انطلقت فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسخة الثلاثين حيث عقدت لأول مرة بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها ثقفي الإسلامي بالعاصمة الإدارية بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية البارزة في مصر والعالم العربي والإسلامي ذلك بمشاركة نحو أربع وستين دول عربية وإفريقية وإسلامية من جهته وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وجه في افتتاح المسابقة شكرا للرئيس عبد الفتاح أسيسي على رعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم معضحا أن هذه المسابقة لم تعنى بحفظ القرآن الكريم فحسبه إنما تعنى مع حفظه بتفسيره وفهم معانيه ومقاصده العامة